بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله هذه المحاضرة الأولى بالشوغر كوتينج وإن شاء الله يعني بالشوغر كوتينج قل يعني طولا من الفيلم كوت محاضرتين بما في الباودر كوتينج فإن شاء الله أنه يكون سهل يعني ممكن هاي الصورة تعطيك فكرة عن الشوغر كوتينج كيف بصور كيف بصير هاي الديفينيشن الشوغر كوتينج سكسيف application of sucrose based كوتينج سكسيف يعني متتابعة كثير application of sucrose based كوتينج يعني يعتمد على إيش سكر سكر مائدة coating formulation to tablets على الأغلب إنه يعني ما فيش أشي ثاني in a suitable coating equipment اللي هو على المائل conventional وإحنا قلنا نذكرين الجدول اللي حكينا عنه بداية ما بدأنا في الشابتر الكوتينج اللي هو الفروق ما بين الشوغر كوت وال والاه filmAA aah successive application المنطقة اللي تستخدم على أغلب luc trochi عن أغلب إحنا we have conventional not perforated ما بنفعله ب Her In General sugar coated tablets are intended for immediate release attribute intended for immediate release for immediate release however if a specialty problem specialty problem in the screening step is applied in order in a proper amount may enable delayed or extended release يعني اذا بدنا يعني بالcelling step اول اول خطوة اول step من sugar coating عملنا اه انتر كوت مثلا ممكن انه نقول delayed or extended release يعني هاية سيريا سبكوتد سعفون سبشال كوتد عادين السي تي ها اللي هي ايش اه شغر كوتد تابلس شود بوسيس اسموث راوند كنتور راوند كنتور ها وذ ايفن كالر and야 surveys this is a concept of doing her so when we could do that uh meta doublet كافر hedge with even별 Sudan and 상 tombs tperם Great start c magnetic تاول جبشة هي ايش يا ج الهي صور اللي شفناك قبل شوي ها هاا آآ آآ ااع آآ سموث راوندد دحبره و امكورة و uh even color distribution coverage and glossy finish يعني بتلمع بتلمع وتلمع تلمع في عدنا 6 جعزة كمان اي 6 نظرت كل هما Advantage لايش في الشغير كوتنج نشوف اول ei utilises الاقياس صف خاطئه انه في الليمة هذاك من صحي عمية في المية ليش؟ سكر ومية سكر الكيلو انكثرت نص ليرة واذا بتروح بتأخذ عروض من اي من المولات بتأخذ العشرة كيلو بتث ليرات بتطلع بتث انجرش السكر المي معروف اذا inexpensive and readily available raw materials هذا صحيح constituent raw materials are widely constituent raw materials are widely accepted no regulatory problems ما في حدا بالعالم يعني ما عندوش السكر والمية يعني بالمخبولين كل ما فيش restrictions حوالي العالم كل ذكري لانه ايش قلنا هاي مقابل المقارنة مع الفيلم كوت انه لازم البوليمر ها لازم البوليمر تكون وين مسجلة بالسوق اللي بلك ترح تسوق فيه ها حكينا ملاحظة على البوليمر لما حكينا عن الخلاص البوليمر ثلاث modern simplified techniques have greatly reduced coating times over traditional sugar coating methods يعني اللي هي التكنولوجيا الحديثة والاجهزة الحديثة بتقلل شوي من الطول المد اللي بتستهلكها واللي بتستغرقها عمليات للشوبر كوت ممكن انه يعني significant decrease in the time of كوت مقارنة بالقديم no complex equipment or services are required يعني برضو ما فيش اشي مجرد انه هال conventional pan واما يعني اذا كان في اشي جديد ممكن نعمل الشوبر solution spraying مثلا بدل العملية السكب نشير ونسكب السكب اللي هي القديمة ممكن تعمل rush وكذا لكن ما في اشي اشي يعني parameters يعني الاقل بكثير parameters هون من من film coating the process is capable of being controlled and documented to meet modern gmp standards اسهل انه انطبق gmp بالشوبر coating مقارنة مع film coating 6 simplicity of equipment and ready available of raw materials next sugar coating and ideal coating method for developing countries developing countries لاحظوا يا جماعة يعني دخلنا بسياسة اه developing countries يعني اللي هي الدول النامية النامية اه زي يعني احنا الدول احنا النامية احسن شوي من النامية يعني صنفونا بين النامية النامية و مش النامية النامية اللي هو اذا كو is an ideal for يعني للدول الفقيرة بمعنى اخر انه مقارنة بالاسعار اللي يعني بتكلفها و كول فتاعة الفيلم كوت الكتوبر كوت اذا بدنا نعكسه على و على اسعار الدواء بشكل عام بصير اقل بصير اقل وهو انسب ل ال سابعة بوسيس جنرالي not as critical as film كوت مش يعني critical زي الفيلم التفسير هو recovering recovering وrecovering يعني ايش انه ممكن نرجع نشتعل مرة ثانية recovering and reworking procedures are usually possible يعني فيما لو باش من الباش عندنا خرب ممكن ان رد نرجع نزيد عليه مثلا نزيد عليه السكر ما احنا قلنا 50% 70% ممكن نوصل 100% كيف المشكلة كله سكر ولا مشكلة بالمشكلة بعد ان مجرد ما يعني يعني هو العائق الوحيد يعني انه صار سكر عليه كثير ممكن مرضى السكر مرضى سكر يعني مشكلة مشكلة يعني حبة عليها ون جرام من السكر شو مشكلة طي ايضا سبعة for high humidity climates it generally offers a stability advantage over film coating tablets ليه لانه يعني فيما لو فيما لو تسرب رطوبة للسكر coated tablets يعني ممكن يخرب بالقروسي مثلا مشكل مشكلة glussi يعني فقط بتصير يعني بس منظرها لكن في الم coated tablets إذا تسرب رطوبة وصار مشوفته كيف الدفك اللي بتصير cracking وال mottling والمش عرف ايش يعني خصوصا لcracking معناته يعني الكوت تدمر اوكي تكسر لكن هون يعني الشجر كوت لما يكون يعني سميك ما بتأثر بالهطوبة كثير than those demanded by film coating especially those for film coating وهون هاي يعني الخصوص للا انه ب الممكن انه يعني المواد اللي احنا او التابلس اللي احنا منصنع مشان نعملها الشوبر شوبر كوت تكون تكون اقل هاردس يعني اولا ما منبدرش ما منحطش عليها طاقة كثيرة الكوست اذا اقل اذا منكبس يعني منكبس تابلت with low strength with low strength low hardness تأخذ معنا اقل جهد واقل طاقة واقل كلفة بالاضافة لذلك بالاضافة لكلام هذا انه يعني في مواد يعني تشمل مواد اوسع طيف اوسع من المواد مقارنة بالفيلم كوت فيلم كوت بدنا المواد التي تقبل ال high hardness فقط بينما هو ال high hardness وال low hardness and those which accept high hardness or low hardness can be made or prepared to be coated in sugar coating لكن في ان كوت تقول لي the high hardness materials should be used always اذا هاي عشرة عشرة advantages في الشباب طيب نيجي على العملية هاي ال steps او stages خلينا نسميهم سيلنغ سب كوت سموث كولورنغ كوليشنغ برينتنغ اذا ست stages six stages ورح نشوف واحدة واحدة بالتدام هاي يعني يمكن الصورة تعرضنا اها يعني هاي تمثل طبعا ايش اه five main stages اللي هما الخمسة الاولانيا البرينتنغ يعني بتيجي ما انه وفيهاش كوت البرينتنغ عبارة كتاب على لكنها تعتبر one stage of manufacturing of the sugar coated التابس طيب قبل ما نروح على stages شوفوا هاي at each stage of the process multiple application of the specified coating formulation اللي هو ايش سكر بالمي solution of the specified coating formulation are made using a sequential approach that involves sequential approach يعني بالتتابع sequential approach that involves three cringwell sub steps ثلاث خطوات بداخل كل كل مرحلة applying a predetermined amount of coating liquid إذن بدنا نحط الكمية المحددة من السكر بالمي أو اللي هو السلوشن سكر تحلو المي السكر المي allowing the coating liquid to be distributed إذن بدنا نخلي هذا الكمية اللي حطيناها تتوزع بشكل منتظم to distribute throw out the tablet mass as the tablet stumble in the rotating pan يعني مندير الكمية المقدرة المخصصة لهاي الخطوة ومنخليها تلف حتى أنه تتوزع بشكل جيد و ثلاث drawing by directing air of the desired temperature يعني الكمية الهو المحدد بدرجة حرارة معين حتى نعمل drawing إذن كل خطوة من الخطوة أو كل مرحل مراحل فيها عدة خطوات وهذه طبعا تكرر عدة مرات applying of the predetermined amount allowing the coating liquid to be distributed throughout the tablets or drawing or by directing air of the desired temperature onto the surface of the rolling mass of the tablets كل مرة وفي واحدة من ال stages ممكن ان هذول نعيد هم عشر مرات ممكن نعيد هذول الثلاث ستيبس عشر مرات قديش بدهم وقت هذول احسب أول stage انه سيلن سيلن it is necessary to protect the tablet core from the aqueous nature of the secrose applications to fall يعني هذه الخطوة اللحظة سيلن معناته حاجز سقف يعني بدنا نحط حاجز بين الكور والكوت وهو السكر بالمي القطر فهذه الخطوة السيلن بتكون السيلن also prevents certain types of materials from migrating to the tablet surface and spoiling the appearance يعني الهوظيفتين انه تحمي الكور من الكوت من السكر بالمي وتحمي الكوت من المواد الموجودة انها تتسرب لخارج للكوت example oils acids etc this is unfortunately an organic solvent dependent step نحظ هاي الجملة an organic solvent dependent step in an otherwise aqueous process كل الخطوات التابعة البعدية كلها مية كلها aqueous بينما بس هاي ال stage اللي is sealing من حط من دوب ال polymer اللي بد نعمل فيها sealing ب organic solvent مية يعني يعني كل العملي الشغر coating عبارة عن aqueous بينما بس هاي الخطوة اللي هي تعتبر organic solvent dependent a film of water impervious polymer is built up using materials such as shellac kpvap هاي إذن water impervious يعني إيش يعني غير نفاذ للمية water impervious polymer film of water impervious وكأنه هاي الخطوة عبارة عن film coating برعا film coating built up using materials such as shellac ماد تأخذ من الطبيعة kp cellulose acetate ثلاث هاي أكثر بشيء استخدام الحقيقة وهاي polyvinyl acetate ثلاث polyvinyl acetate ثلاث أو zane برضو مادة من المواد الطبيعية تقريبا اسمها zane من polymers وهاي أذول المواد الأربع أكثر استخدام الحقيقة على polymers which are used as sealing materials subcoating during the sugar coating process the increase in weight achieved can be 30 to 50 percent of the weight of the original tablet core ضاح هاي بالخطوة الآن هي subcoating الأكثر شي أكثر شي يعني خطوة من ضيف فيها اللي هي محلول السكر بقول معلومة أنه يعني إحنا قلنا أنه ممكن من 30 إلى 50 بالمية من وزن الثالثة زيد عبارة عن quote وقلنا وقلنا 70 وممكن لحد 100 بالمية كمان much much of the added weight هذا اللي نحن نحكي عنه 50 بالمية و70 بالمية is applied at subcoating stage إذن في هاي المرحلة معظم الوزن اللي بصير زيادة على الحبة بكون في هاي اللي هي المرحلة اللي هي subcoating subcoating serves to confer serves to confer on the tablet core a perfectly rounded aspect إذن شكل دائري أو مدور أو دحبر اللي هو صبق serves to confer the tablet core a perfectly rounded aspect bulking agents such as calcium carbonate can be added to enhance build up of weight أحيانا ممكن نستعين بعض المواد الثانية مثلا bulking يعني bulking لما نقول bulking معنا تزياد الحجم يعني to build up of weight or volume of the tablet basically there are two methods to achieve subcoating lamination or suspension method the ideal lamination or suspension هذه إذن lamination اللي هي عملية السكب lamination أو أنه suspension method من خلي طبعا لما نحكي عن suspension نحكي عن كالسو كاربونات بنحلها باللي هو solution اللي هو sugar solution بصير suspension لأنه طبعا هاي المادة غير دائمة و then we spray it spray okay فهذه مقصود بال lamination and suspension the ideal shape for sugar coating is deeply convex core with minimal edges يعني بنهاية ثم مرحلة subcoating مفروضة أن يكون في عندنا يعني convex core with minimal edges قدر الإمكان قدر الإمكان خطوة الثالثة اللي هي subcoating طبعا إحنا قولنا بدنا يعني قدر الإمكان convex لكن ما رحي يصير معنى يعني ideal convex فبقول the product at the end of the subcoating will be too rough to continue with the color coating يعني بيكون شوية rough يعني خشن مش smooth فسmoothing is usually achieved by applications of plain 70% wet per serum plain يعني ما فيش أي إضافات أخرى معنى يعني بس 70% sucrose solution in water however large degrees large degrees large degrees of unevenness will require some subcoating solids in the initial smooth coats معنى الجملة هاي إنه أحيانا إذا كان فيه كثير uneaveness يعني خشونة أو عدم انتظام بال tablet surfaces بحاجة إنه نحط كثير يعني مرد أو كان نرجع نعمل subcoating خلال عملية smoothing خلال مرحلة smoothing يعني بالبداية للمرحلة smoothing typically however شوفوا شوفوا الهوضة if subcoating is carried out well إذا بدنا إذا كان subcoating typically however if subcoating is carried out well then approximately 10 applications مش قلنا قبل شوي لما حكينا عن الخطوات ها sub steps قلنا application of certain amount بعدين distribution of this amount evenly to the tablets بد وذن drawing application distribution drawing همول اللي هما sub steps بدنا 10 applications بالsubcoating of 70% syrup will be next stage coloring okay coloring during this step the coating syrup contains the color solids color solids يعني which will be applied as a powder to achieve the desired shade water soluble dyes were used previously as coloring agents for sugar coated tablets this has largely been superseded by the use of the use of modern water insulubate pigments color solids water insulubate pigments including the aluminum lakes okay including the aluminum وحسن نشوف الاسباب ليش ليش صار يستخدموا الالما اللي هي water insulubate pigments rather than water soluble dyes home advantage of lakes here water insulubate advantage of lakes over dyes pigment system is superior to water insulubate white for coloring sugar coating tablets due to هاي الاسباب اولا اللي هي maintenance of evenness of color because هذا يحافظ pigments تحافظ على evenness of color يعني توزيع المتساوي على tablets color is ليش the color is not water soluble and thus is not prone to color migration problems إذا منذكرين بالتكنولوجي بالفارنستقل التكنولوجي لما أخذنا chapter ال drawing درستو أكيد مع دكتور محمد أو دكتور مريم بالفيم في آخر شبتر كان في عن solute migration during drawing solute solute migration during drying اللي هو هجرة الأدوية أو ما فيها colors بصير مع عملية ال drying بصير في عنا الأدوية uneaven color أو mottling أحيانا بالgranules أو حتى بالتابل هذا الآن بما أنه water insoluble إذن ما رح يتعرض هاي المشكل وهي color migration during manufacturing during drying of granules the color is opaque هاي السبب الثاني إنه كويس يعني the color is opaque and thus is not affected by any minor unevenness in the sub layer يعني ال يعني الcolor بيسوي نوع من العتامة اللي أو بيغطي علي تحت يه بحيث إنه ما يبين اللي هو ما ما يتأثر ب اللي هي يعني اللون اللي موجود تحت يه يعني مش ما يتأثر بيغطي حقيقة color is opaque and thus is not affected by any يعني ما إنه opaque فاللي تحت ما مبينش عملا تايو بالنسب coating إذا كان في لون مش مرغوب أو كان يعني odd color فمش هي أثر عليه ثنين maintenance of color uniformity from batch to batch which which results from the fact that again because the color is opaque the final color is not affected by small fluctuations in the quantity of color solution هنا يعني نفس اللي فوق اللي حكينا عنها إنه من بين different batches اللي بنشتغلهم هاي مفيدة جدا اللي هي opacity 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 بتسوي البatch الأول زي الثاني زي الثاني زي الرابع كلهم بطلعوا نفس اللون أو نفس الشكل أوكي فالنهاية إنه حقيقة يعني بعطينا هوموجينيس color أو shape لل tablet from batch to batch ثلاثي reduction in over processing time يقلل كثير الوقت اللازم لعمل هاي العملية هي coloring و reduction in the thickness of the color coating layer إذا كان يعني ما إنه نعطيه هناك بدنا نحطه مع مواد أخرى أو مع مية وكمية أكبر مثلا بعطيك يعني ثهونة الكمية بتكون أقل ولذلك thickness أقل خمسة portion after the color coating process the tablets have a somewhat dull matte appearance dull matte appearance يعني dull يعني مش هيك يعني مش لمية طبعا matte appearance which requires a separate polishing step to of waxes example carnova or bees bees wax إذن المواد الاستخدام هي الواكس إما organic solution أو suspension of waxes أو final powder wax application بدون organic solvents نفس الواكس بس طبعا هنا بدنا حرارة مشان الواكس ينتشر بشكل ليد وال mineral oil application هاي الشغل الثاني نحط mineral oil بدل الواكس إذن هاي الخطوة أو المرحلة الخاصة ومرحلة الساسية printing printing اللي هي الكتابة يعني على التابلت بدل عمليات العمليات اللي هي المرحلة تابلت مرحلة من من المرحلة العمليات احنا على كتاب وين تكون؟ على البنش. البنش اللي هو اللي بنكبس فيه. بتكون التابلتس حلا يعني فيه شعارة وفيه رقم أو فيه حرف أو فيه أحرف أو يعني اللي بدنا إياه بنكتبه. بتكون على البنش وبيطلع مختوم ختم يعني على البنش بمونوغرام مثلما يسمي. بإنغرام البنش. هون بحالة الشواركوز بنعمل عملية الطباعي. أتيبيكال إيديبل فارماسيوتيكال إيديبل ها. فارماسيوتيكال إنك. إيديبل يعني يستهلك بمقابل البشر. 셋يتبيكال إيديبل فارماسيوتيكال انك. هاي مكونات فارماسيوتيكال إنك طبعا مشا نكون إيديبل مسا نكون قاول الشلاك ،الكوحول ،Pigment ،Lecithine ،Antiform and other organic soluments يعني مكونة اربعة وخمس مكونات من مكونات الحبر هذا اللي هو يوكي. The printing process suitable for formulation such as this is modified offset gravure يعني المطبع اللي احنا بنعملها بتكون فيها ايش؟ عبارة عن offset gravure وهذا اللي هو نوع من يعني زي الختم مطبعة فيهم يعني خط فيه اختام كلهم زي بعض كل ما مرت حبيب بعمل كل ما جباش بتعمل check وتطلع يعني بتعمل printing أو عفوا ختم وبتطلع Atoms are being made to utilize more robust technology for example inkjet printing in this process step يعني هون معنى الكلام انه ايه بالنيو تكنولوجي بدل offset gravure هاذا اللي هو الختم ممكن انه يعني نطور الموضوع على إنكجيت printing إنكجيت printing زي الإنكجيت برنتر اللي عندنا بالمكاتب ها فبتصير تكتو كتابة طبعا لازم تكون سريعة ولازم تكون ايش؟ برمجة بشكل جيد فممكن انه نعمل هاي العملية هناك اوكي؟ اذا نوقف هنا هاي اول محاضرة عن sugar coating ونلتقي ان شاء الله بالمحاضرة الثانية قريبا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة